اشتركوا في القناة إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الفضلاء الكرام نعاشر المتابعين والحاضرين المتابعات والمشاهدين والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد اقتربنا من نهاية المجموعة الأولى من هذه السلسلة المتعلقة بفقه الصلاة قد وصلنا إلى أحكام التسليم والخروج من الصلاة وهناك مسائل عدة تتعلق بهذا الباب وسأذكر أهم هذه الأمور مع شيء من التفصيل بقدر الحاجة وما بقي أو قد يبقى فإنما سيأتي في دوروسي ما تبقى من هذه السلسلة في باب ما نهينا عنه في الصلاة فبعض الأمور قد لا نراها الآن ولكن سيأتي ذكرها عندما نتحدث عن الأشياء التي نها عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نهاية المحاولة نهاية المحاولة وبعدها نهاية المحاولة قد للم نهاية المحاولة قد تتعلق بهذا يكمن اشتركوا في القناة حينما تحدثت عن التشهد وننا بغليد التشهد ولمقصود بالتشهد كما تعرفون التحيات سميها التحيات أو التشهد التشهد سبقى التحيات كونفة كونتونيها لدوز يمراكعا بيان لكاتخ يمراكعا ولا تخوز يمراكعا دان لبخيار دو المغرب فالتشهد هو قولك التحيات لله الزاكيات لله طيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وفي رواية وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وهذا تشهدوا أمين المؤمنين أمار بن الخطاب رضي الله عنه c'est la formule rapportée de أمار بن الخطاب رضي الله عنه ورأينا أن هذا مختاره من؟ المالكية لأن المالكية لأن المالكية لقد أخذت هذه المعلومة لليعتبارات التي ذكرتها أن أمار بن الخطاب ils ont dit أمار même s'il n'a pas dit que c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui lui a enseigné cette formule mais le fait qu'il l'a dit sur المنبار devant des centaines de صحابة et des grands صحابة et que personne ne lui a fait de reproche ils ont tous à prouver et bien cela montre que cette formule pour les مالكية c'est la la plus la plus importante et la plus forte فَذَكَارُوا أَنَّ هَذِهِ السِّيغَةِ هِيَلَّتِ ذَكَرَهَا عُمَرُ بْنُخَطَابَ أَمَامَ جَمْعٍ كَبِيرٍ مِنَ السَّحَابَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَوَافَقَهُ وَأَقَرَّهُ السَّحَابَ على ذلك وَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ وَمِنْ بَعْدِ عَدُّ عَدُّ بِفَتْحِ الْعَيْنِ عَدُّ عَلَيْهَا يَنَ غَالِي بِنكَ تِسْمَع لَا لَا كُتُمْ لَا تَخَدِشُنْ دِي كَالِفِ بِيَنْ غِيدَ تَلْكُ أَبُوْ بَكَرُ عُمَرْ عُوْمَرْ عُثْمَنْ عَلِي رَضي الله عنه أجمعين فَعُمَرْ مِنَ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ثُمَّ هَذَا قَالَهُ عَلَى الْمِنْبَرُ وَوَفَقَهُ كُلُّ مَنْ كَانَ حَادِرًا أَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَابْنُ عَبَّاسِ كَمَا فِي صَحِحِ مُسْلِمْ نَقَالَ صِغَةً أُخْرَى عن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِنْ بِيَنْ عَبَّاسِ أَقَرْتِ دَبْقَي لُبْخَوْفَتِ صَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِنْ يُنْتْخُوا فُرْمُلُ دَنْ صَحِحِ مُسْلِمْ التَّحْيَاتُ الْمُبَارَكَاتِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتِ لِلَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهِ إِنَّ اللَّهِ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ ça c'est la formule d'Ibn Abbas d'après le prophète صلى الله عليه وسلم وَهَذِهِ الصِّيغَةِ اخْتَرَهَا الشَّافِعِيَةِ l'école chafiite va choisir la formule rapportée par Ibn Abbas الْحَنَفِيَةُ وَالْحَنَابِيلَةُ سَيْخْتَرُونَ الصِّيغَةَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُدُ اللَّتِ عَلَّمَهُ يَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم quand aux deux autres écoles de Abu Hanifa rahimahullah l'imam Ahmed rahimahullah ils vont choisir la formule rapportée par Ibn Mas'ud d'après le prophète صلى الله عليه وسلم تَحْيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَهَذِهِ كُلُّهَا سِيَغُونَ صَحِيحَةٌ ثَابِتَتٌ وَكُلُّ مَدْرَسَةٍ أَوْ مَذْهَابِنِ اِخْتَارَ مَخْتَارَهُ وَهَذَا لَيْسَ مِنِ اِخْتِلَافِ الْتَذَادِّ وَإِنَّمَا هُوَ كَمَا يُسَمِّهِ الْعُلَمَا مِنْ اِخْتِلَافِ التَّنَوُّعِ أي هذا نوع وَهَذَ نوع وَهَذَ نوع وَهَذَ نوع et non pas sur l'opposition et la contradiction c'est-à-dire qu'on a plusieurs formules authentiques et bien on fait l'une ou l'autre ou bien il n'y a aucun problème فَهَذَا ثُمَّ جَأَتْ السَّلَاتِ الْإِبْرَاهِمِيَا après ce qu'on appelle السَّلَاتِ الْإِبْرَاهِمِيَ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِي مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِي إِبْرَاهِيمَ وَكَيْنْ رِوَايَةَ أُخْرَ صَلِّيْحَةَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِبْرَاهِيمٍ في رواية كما بارك تعالى ألي إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد كين بدون كلمات أو عبارة في العالمين إنك حميد المجيد donc différentes formules rapportées du prophète صلى الله عليه وسلم لكن هنا السؤال donc c'était juste un rappel pour rafraîchir la mémoire السؤال في التشاهد الأول أول يسمى في التشاهد الأوسط عندما يوجد دون اشهد في الماور هل يساعدون؟ في التشاهد دون أشهد أن أحمد أحمد ورسوله أو كبير حتى 미리 إبراه في المحمود وإلى آل محمد إلى الثاني هل يدتشاهد الأول في التشاهد الأول يحبون للتحيا مثلا في الصلاة المغرب إننا قلن بخيار المغرب تجعل مجد بالتشاهد كمبن في تشاهده يتشاهده في المغرب؟ تشاهده الأول و تشاهده الثاني هذا الب Fachin اللاهاية هنا لقفاء رحمهم الله يساعدكم يقول لك udget يقول لدفرجence يقول لدفرجence يقول لدفرجence اختلاف الفقهاء الكبار هذا خير هذا خير ولا يضيقن صدر أحدين باختلاف الفقهاء ne pas refuter la divergence parce que الله الله a voulu qu'il y ait divergence dans la jurisprudence الفقه أراد الله تعالى أن يكون هكذا حتى تعمل العقول ويجتهد العلماء وما صعب عليك قد تجد غيره سهلا يوجد يوجد divergences يوجد 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 ففيه تيسير على الأمة والناس اختلفون فبعض البلاد قد يكون أهلها يحبون التيسير أكثر من غيره وبعض البلاد حار وبعض البلاد الباردة وبعض البلاد تعتمد على الزراعة والفلاحة فأهلها أشد وبعض ها غير ذلك فهذه الأمور قد تقول وما علاقة والله لها علاقة البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للوصول هذا يسمى كما تذهب إلى كارواش يوجد كامل يوجد كامل يوجد كامل يبريت لأجر مياف المياف لكن هناك عند الفقهة يسمى بالغسل المجزي المجزي يعني يكفي يكفي يوجد كامل لكن يكفي ويجزي يوجد كامل يوجد كامل يوجد كامل يوجد كامل يوجد كامل يوجد كامل لكن يوجد كامل يوجد كامل يوجد كامل يوجد كامل يوجد كامل لكن يوجد كامل يوجد كامل وشنو هو؟ جاء قوم من أهل الطائف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم les gens de الطائف sont venus دعون من الطائف إلى المدينة أشوف حل مكلمة 500 kilomètres تقيل presque 500 kilomètres ألي 500 رتور من الطائف إلى المدينة جاءوا يتعلمون دينهم لأن الطائف جبل من أعلى الجبل في المنطقة يعني كامل قالوا إنا بأرض باردة فما يجزئنا من الغسل كيف يجزئنا يعطينا الحد الأدنى أرى البرد لن نغسل لا يقول لهم شي تودى وفي حالة تصلي ثلاثة مرات الرأس ثلاثة مرات اليمين ثلاثة مرات اليمين ثلاثة مرات الشمال لا يقول لهم لا قال لهم قال فإذا أنا قد طهرت مجال باركة يقول يقول وفي حالة تصلي ثلاثة مرات اليمين ثلاثة مرات اليمين كامل يقول يقول วق يقول يقول أما إذا لديك النيئة لتبرد هذا لا تصليش به تزول الوسخ هذا لا تصليش به لديك الانتشان تلافر ونتواج ترافرشي لا تستطيع تفعله بخير فهذا النيئة هي عبادة غسل العبادة واضح فهذا الغسل الذي هو العبادة إذا اغتسلتها من رأسك إلى أخمص قدميك غسلت الجشد كله غسلته بلا ما تترضى تصلي تصليش لأن الوضوء داخل في الغسل تمكنك تنفع للمشارك واضح أو لا فإذا قلت بأن تضائع الناس وكاركتر 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 هذا يؤثر في الأحكام الشرعية لذلك هناك سألة في التشاهد يوجد وكاركتر لكن الآن إذا وصلنا لن يشوفوا ماذا أن جمهور العلاماء وكاركتر وكاركتر الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يمكن أن يسرحого العلاماء ون يجب أن يسرحي لن يراه من المنزل ون يجب أن يدعوه أبو حنيفة والمالك والشافي والأحمد والخمي والأعجال والخمي والأوزاعي والخمي وتطوح في أن صورت والسلام صلى الله عليه وسلم يقول كيف شكرا بعد الناس صلى الله عليه وسلم يمكن أن يسرحي فَنَقَلُوا إِلَيْنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودِ دَفْرِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودِ أنه قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَا لِتَّشَهُودِي أو في التَّشَهُودِ quand le prophète devait s'asseoir pour faire التَّشَهُود قال كَانَّهُ عَلَى الرَّضْفِي كَانَّهُ عَلَى الرَّضْفِي الرَّضْف الرَّضْف هذا جمع حال التَّمْر التَّمْر هذا جمع المفرد كيكون بيتَّا تَمْرَةٌ تَا الوحدة اليونيتة تَمْرَةٌ وحدة الجمع حذفت كذلك الرَّضْف مفرده رَضْفَةٌ وهي الحجارة المُحْمَاه يعني الحامية الحارة الحجار سخون تقدر تقلس على الحجار سخون؟ لا في حل اللي كانت يشي على البحر شاطئ البحر كيكون في الصيف سخون الرمل يا الله كانت ترفع لجليك ما تقدرش يتوقع تما قال ابن أمسعود النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعمل التَّشَهُود في حل يقلس على الحجار سخون يعني ضغيه كينود ضغيه كينود وش واضح ولا لا ابن أمسعود فيما نقل عنه كيوصفرين الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم كيقول كاللما كان يعمل تحيات تحيات لله الزاكيات لله والتحيات لله والصلاوات والطيب إلى آخرين واشهدو أن محمد عبد الرجل كيطلع كيقول شاللهم لا أصلي على محمد وعلا وقال الله أمسعود يقول نقول يقول هناك بقية لربحه يوجد اختار الامر مين هم ضعفه من أهل العلم يوجد اختاره فابل ضعفه يوجد تقنيا اختار الامر من هم ضعفه هذا الحديث يقولون هذا لا يصحر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون هذا لا يصحره عن رسول الله يقولون هذا الحديث ليس ذلك أقولون لكم لماذا لأن هذا الحديث يرويه أبو عبيدة أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه يقول بأن أبي دم عبيدة أبو عبيدة هذا هو ابن من؟ ابن عبد الله بن مسعود فَهُوَيَنْ قُلُ عَنْ أَبِهِ يَقُلْ بِأَنَّ الْوَلِدِ دَلُوِي بِنْ مَسْعُودِ قَالَ إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْرَكْعَتَيْنِ او فِي الْجُلُوسِ مِنَ الْرَكْعْتَيْنِ يعني فِي التشاهد قَامَ كَأَنَّهُ عَلَى الْرَدْفِ يَسَلَيْهِ on dirait qu'il était assis sur une pierre chaude قَالَ الْعُلَمَا أَبُوْوْوَيْدَ هَذَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِهِ كَانْ سَغْرِ أَبُوْوْوْوَيْدَ يَسْلَيْهِ يَنَا بَا أَنْتَنُدُ دِحْدِثِ دِحْتِنْ سَنْبَرَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودِ il est encore trop petit فَقَالُوْهَذَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِهِ معنى إِذَا كَانَ أَبُوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودِ معنى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودِ puisque lui il n'a pas entendu directement le hadith d'Ibn Mas'ud ça veut dire qu'il y a un problème il y a un trou dans la chaîne de transmission وَشْوَادَحْ وَلَا لَا أنا سمعت واحد القصة معنى لَحَجْ عَبْسْلَان وَلَحَجْ عَبْسْلَان سمعتها معنى سيحَسَن طيب ولكن il y a nagei تحكي تقول سيحَسَن قال مَذْكَرْتِ أنا مَسْمَعْتَ وَلَحَجْ عَبْسْلَان وَلَحَجْ عَبْسْلَان هذا y a difficult si je vous raconte une histoire que j'ai entendue chez quelqu'un chez quelqu'un mais il y a entre moi et ce quelqu'un il y a une personne inconnue il se peut que cette personne n'est pas fiable elle oublie beaucoup لأن بين Abiy Abiyda ou بين Abdullah ibn Mas'ud ناقس يوحَد شكل اسمع من ibn Mas'ud qui a entendu directement le hadith de ibn Mas'ud on ne sait pas وَلَحْتِ فَقَالَ الْعُلَمَا هَذَا الْحَدِيث حَدِيثٌ ضَعِيف لِأَنَّ أَبَا عُبَيْدَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ ibn Mas'ud يَكْوَضْحَ رَدَّ عَلَيْهِمْ il y a des grands des grands érudits qui ont répondu رَدَّ عَلَيْهِمْ جَمَاعةٌ مِنَنُّ قَدِ الْكِبَار كَلْ إِمَام الدَّارَقُطْنِ رَحِمَهُ اللَّهِ إِمَا الْنَقْدِ des grands érudits أجابوا وَعَلِي بْنُ الْمَدِينِ وَعَلِي بْنُ الْمَدِينِ هَذَا كَنَا فِي زَمَانِ أَحْمَد وَكَنَا صَدِّقًا لَهُ وَهُوَ مِنْ أَيْمَةَ الْجَرْحُ وَالْتَعْدِلِ Les érudits de la critique et de l'agrément des hadiths c'est-à-dire ceux qui vont filtrer les hadiths et les hommes transmetteurs de les hadiths on appelle جَرْحُ وَالْتَعْدِلِ la critique et l'agrément les spécialistes des chaînes de transmission هَا أُولَا إِلْمُ تَخَصِصُونَ قَالُوا هَذَا الْحَادِثُ وَا إِلَّمْ يَسْمَعْهُ أَبُوْ عُبَيْدَ مِنْ أَبِهِ عبد الله بن مسعود وَلَا كِنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الثِقَاتِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ سُبْعُمْ خُوتُومَ الْعَا إِلَامُ الثِقَاتِ ils ont dit mais il a entendu chez la famille d'Ibn Mas'ud des gens honorables فَأَخَذُوا بِهَذَا الْحَادِثِ alors ils vont adopter ce hadith وَالِذَلِكَ سَحَحَحَهُ عَدَدُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلِ c'est pour ça que certains l'ont déclaré valide authentique vu que Abu Ubaïda il n'a pas entendu d'Ibn Mas'ud mais l'entourage سَمِعَهُ مِنْ أَقَارِبِهِ وَأَهْلِ بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود الثِقَات وَالَحْ ثُمَّ زِدْ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ كَمَا يَقُولُ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّق وَإِذَا قِيلَ أَبُوْ بَكْرٍ صَافِي مَعْدَ مَنْزِيدُ أَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّق صَدِّقَ هذه الْأُمَّة tu n'as pas dit oui je pense l'Abu Bakr الصدِّق Abu Bakr الصدِّق كَانَ هو نفسه حِنَمَا يَجْلِسُ لِتَّشَهُدْ في الرَّكْعَةِي الثَّانِيَا كَانَّهُ على الرَّدْفِ نفس on a rapporté de lui la même chose comme le Prophète صلى الله عليه وسلم et c'est une chaîne authentique comme quoi la pratique la prière de Abu Bakr c'était de faire vite التشاهد مَا كَانْشِ طُوَ التشاهد لأول بحالي قلس على الحجار شخون تَحْيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَشْوَادَحُ وَلَّلَا vous suivez هذا قول جماهير الهل العلمي كَمَا قُلْتُ لَكُمْ خِلَافٍ للإمام الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعِ زِدْ عَلَى ذَلِك أن ابن عباس لأنه نقل لنا التشاهد ابن عباس يعاد قلت لكم ابن مسعود نقل لنا التشاهد نسيك لصحابك يُغَابُورْتِ التشاهد عائشة ابن مسعود ابن عباس إدوت نقلوا إلينا التشاهد عمر المخطاب ابن عباس ابن مسعود حينما علمه ما النبي صلى الله عليه وسلم امتشهوا التحية لما علمهم قالوا له علمنا يا رسول الله يزنون يا رسول الله لأن سمعنا ابن مسعود كما في الصحيح قال يا رسول الله سمعهم من نبي صلى الله عليه وسلم يقولوا السلام على على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل هكذا كان يقول بعض الصحابة فقال لهم نبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولا تقولوا السلام على جبريل الناس لا يعلمون كيفية تعاجة يحلقون يقولوا يقولوا السلام على الله السلام على جبريل السلام على جبريل ويكايل ونخلق الملايكة وعلى ذلك النبي علموا سيروس اللهم يع stamina فقالهم رأيك الكتب إلى اللهم وإنكم وإشهد أن محمد عبده ورسوله علموا نحط لتمع الناس وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِبْنْ عَبَّاسُ وِبْنْ مَسْعُدُ فَقَالُوا إِذِنْ تَشَهُدُ الْأَوْلْغَهْنَةِ إِلْتَ شُسْكَ لَا وَشْوَادَحْ وَلَمْ يَزِيدُهُمْ عَلَى هَذَا يَنَا پَ عَجُوْتَ الزِيَادَ رَدِي جِي في تَشَهُدُ الْأَخِيرُ عند هؤلاء العُلَمَة لهم الجمهور donc on a compris maintenant l'histoire les sahabas ne savaient pas comment faire تَشَهُد le prophète leur a enseigné تَشَهُدُ jusqu'à وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِبْنْ عَبَّاسُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ أَلَّمْهُمْ الْنَبِي سَعْسِلَ فَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَة اَعْتِمَادًا عَلَى هَذَا وَاَعْتِمَادًا عَلَى حَدِثِ إِبْنِ الْمَسْعُودِ وَاَعْتِمَادًا عَلَى فِعْلِ أَبِي بَكَر d'après la pratique de Abu Bakr le hadith rapporté par il Masoud d'après le prophète صلى الله عليه وسلم et aussi ce que je viens de décrire l'enseignement du تَشَهُدُ jusqu'à وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولُهُ قال الجمهور التَشَهُدُ الأَوَّلَ هَنَاكَ يُقَف وَقَدْكُمْ بَعْضُهُمْ يَزِيد وَاللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدًا وَيُقَف لكن ما تمشيش إلى النهاية تُفَا بَا جُسْ كَالَفَا pour الجمهور واضح الشافعي رحمه الله قال لا الشافعية قالوا لا قالوا التَشَهُد لَبْرِمِيَ تَشَهُدْ تُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى الإبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى الإبراهيم أنك حبيل مجيد قالوا تكمل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود التشهد وعلمه الصلاة الإبراهيمية قال الصحابة مش موعة الصحابة يا رسول الله هذا في الصحة عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ده بتعلموك كيف يعمل التشهد تحيات لله وكذا المقصود كيف نسلم عليك المنك يقول السلام عليك أيها النبي هذا موجود في تشهود الأول مجرد في تشهود مجرد في الصلاة الإبراهيمية ils ont dit un groupe de صحابة عدد من الصحابة وقد جمع أسماءهم الحافظ بن حجار ذكر الصحابة اللي سولوا النبي صلى الله عليه وسلم الحافظ بن حجار il nous a donné les noms des صحابes qui étaient présents le jour où ils ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم de leur renseigner الصلاة الإبراهيمية qu'on rajoute après تشهود فقالوا يا رسول الله قد علمنا أو علمنا وفي رواية يعني علمنا كيف نسلم عليك on sait comment تدرسي السلام تحيات لله جسك السلام عليك أيها النبي قالوا فكيف نصلي عليك نكو موفر الصلاة نصلي عليك كيف نصلي عليك فقالهم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد جسك الافا وش واضح و هذا حديث كعب بن عجرات رضي الله عنه له سبب يوجد لك يعني شوف سبحان الله الله إذا أراد الشيئين هيا الله أسبابه الله يبرجي حجا كيف نصلي على سبب في طريق فكيف نصلي على سبب في طريق و هذا عندنا نزولي قوله تعالى إن الله وملايكته يصلي على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كون الله رفل لك 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 نصلي على سبب صلى الله صلى الله صلى الله قالوا الصحابة لما نزلتهاد الهياء قالوا اللهم اللهم صلي على سبب كيف نصلي على سبب ils ont dit اللهم اللهم nous ordonne de faire les prières sur toi mais comment فقالوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد و هنا سبحان الله بشوف الندين دين سلسلا سلسلا متصلا إلى رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله c'est une chaîne avec des anneaux fermement liés jusqu'au prophète صلى الله صلى الله لأن السلام على النبي شوف تقول السلام عليك أيها النبي حالك السلام عليك يا أحمد يا خالد يا الحاج faire le salut adresser le salut au prophète صلى الله on dit السلام عليك أيها النبي لكن السلام la prière ما قالوا مش قولو السلام عليك يا رسول الله السلام السلام عليك السلام ما قال ش السلام عليك اللهم اللهم صلي subhanallah subhanallah اللهم صلي على محمد أي نحن لا نستطيع أن نصلي عليه نطلب من الله أن نصلي عليك سبحان الله السلام نصلي عليك نصلي عليك نصلي عليك سبحان الله سبحان الله لا نستطيع أن نصلي عليك حق السلام بل نسأل الله أن نصلي عليك صلى الله وآله السلام إذن أن نعرفنا هذا الخلاف الجمهور يقفونا عند التشاهد الشافعية يزيدونا الصلاة على النبي صلى الله وآله في التشاهد الأول هذا الخلاف هذا الخلاف سبحان الله هو كذلك ما نقله ما نقله السحابة vous voyez السحابة comme je dis c'était des dizaines de milliers donc quand les صحابة rapportent des versions différentes ou bien des textes des hadiths différents c'est normal que les générations à venir vont avoir ces divergences السحابة سامعو رسول الله صلى الله سلم ورأوه يصلي ورأوه يحج ورأوه يعتمير ورأوه يختبو على المنبار ورأوه يجلس ورأوه يقوم رأوه يمشي رأوه يسافر صلى الله عندما يرRegبناع نج drizzleهم لSeある وشرقه أنه deve مرررنا لم تحسن وليس شيئاً في الحبيب هناك بين صديقين ليس هناك بين صلح الحدية سعيني Chance وثمان gegen تبوك وإن فوهión حمدا خونة غير الفporter ويقبل تعالى الس جوربة إن علاقة علي curt الذين في الخلق لأننا في الخلق صلى الله عليه وسلم الصحابة مع أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما كانوا جديد من كاملين لك 120 ألف الصحابة حضرين معاه في الزامع وفي الضار وفي الصفار لا هذا ما يمكنش فمر يكون معاه صحابي واحد في حال معاذ يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله حديث دون معاذ يتدوشه أفكر رسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات أنت أعلمك كثير من كلمات وفرسات إحفاد الله يحفظك إحفاد الله تجده دو جاء كلمات يقول ابن عباس ركب مرة إذا كان يقضره ركب مرة أدو فإذن هو سمع حجم السمعوه حيث يخرج ثانية ثانية إذ هو ما في الغار كلمات يقول ابو باكر الصدق يوجد في صفارة في الغرط لكن في تابوك لما صفروا في تابوك كان معها 30 الفضل الصحابة في حجة الوداع بين 114 و 120 ألف قال الصحابة اللي قرابين كانوا يشوفوه اللي بعادين ما كيشوفوهش شنو بغيت نقول للإخوة إن الصحابة أخرى عاشوا معها أما شي كلهم عارفين شنو كيعمل لا اليوم كيحضر هذا ويغيب غدا واحد يجي من البادية يحضر معها ثلاثة أيام عشرين يوم يمشي واحد عايش معها ثلاثة وعشرين سنة vous voyez donc il y a des صحابة qui étaient collés au Prophète صلى الله عليه وسلم كما أبو بكري أمار وزیراه يألتون بفضل أثمان أصلاه أثمان أصلاه أثمان أصلاه عائشا أصلاه أمزها يوسسكم 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 وقت وقت في رغيت في قبل وقت يوسسكم لذلك ينقرر بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى مرتده حضروا معه الحج، شافوه، سمعوه، ومشاوه، لا يعودوا أن شافوه ما حلفتهم ديال الدين، ما عرفوه، ستعلمهم بعد ما واضح؟ لذلك، هذه الدفيرجانس هي لديها، لوجيك فالصحابة، لماذا تقول؟ والصحابة، لماذا تختلفوا؟ أمر طبيعي اليوم، اليوم اللي يحضر معنا في الدرس، بعض الان يأتي واحد بعد الدرس يسولني وانتو ما سمعتوش حال مرة كان قولوا باين محدرتش معنا الاسبوع اللي يفتح ديالجاً، فالصحابة، كثيرو يحضروا بعضهم، ويغيبوا بعضهم، ويعلما بعضهم، اختلفون أحيانا فيما، ينقلوا هذا أحد الأسباب فَا مِنَ الْأُمُورَّ تِي لَكَارَهَا السَّحَابَةٌ في حكم المرفوع السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليك أيها النبي فالصحابة لما كانوا يصليوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم durant la vie du Prophète صلى الله عليه وسلم إليه وإلى عباد الله صلى الله عليه وسلم وإلى عباد الله صلى الله عليه وسلم فالصحابة لما كانوا يصليوا فينا يوم القيامة بعد سا مور بعض الصحابة بعض الصحابة غيروا ils vont changer la formule مابقوشي قولو السلام عليك أيها النبي لأن مابقوشي بناتو parce qu'il n'est plus là qui قولو السلام علي النبي السلام علي النبي ورحمة الله وبركاته لما كان حيشنو كانوا يقولو السلام عليك أو لما كان حيشنو كانوا يقولو السلام علي النبي وبركاته إذا كرقبوا فيوا في الوقت يقولون نعم نعم سالة سالة إلا ساله ثانية سالة عن تلك سالة واضح فمن هنا وهذه آثار ثابتة صحيحة عن ابن مسعود عن عائشة حتى قال عطا تلميذ بن عباس عطا بن أبي رابح كما روى ذلك ابن أبي شيبة بسند صحيح قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك أيها النبي وهو حي فلما ما تقالوا السلام على النبي يعني عدد الصحابة il dit un bon nombre de صحابة disaient pendant la vie du prophète صلى الله عليه وسلم السلام عليك le salut sur toi ô prophète et après sa mort il disait le salut sur le prophète إذن هذا فعله عدد من من الصحابة وابن مسعود ابن مسعود il faisait la même chose وابن مسعود هكذا كان يفعل بعد وفات الرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود تشهود يقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته il a enseigné ça ses élèves وعلمة تلميذتا هو هذا واضح كذلك عائشة لكن لكن mais mais عدد كذلك من كباري الصحابة من كباري صحابة بعد وفات الرسول الله صلى الله عليه وسلم بي سنوات بي سنوات في خلافته على المنبر يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله التحيات لله التحيات لله التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تخيات اله تخيات اله تخيات اله تشيقية لله كباري الصحابة ومن قال بهذا تخيات اله كباري الصحابة لذلك فهو هذا من الخلافين الخلاف الحمد لله لن يسير على الناس وشوالح لكننا دائما نصيحاتي أن يأخوذ المسلم أن يأخوذ بما عليه جمهيرو جمهيرو الوم فقط اختيار donc celui qui prend l'avis le plus répandu quand je dis c'est mieux ce n'est pas par rapport au texte non non c'est juste pour éviter وإلا فهذا كله ثابت مبني على ما نقله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وضح السلام عليك أيها النبي وأنت أنت تقف عند قبر رسول الله وتقول السلام عليك أيها النبي كنت devant la tomb تقول السلام عليك لا تقول السلام علي النبي parce qu'il est mort سلام عليك ويسخر الله تعالى ملكا ينقل سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردد الله إليه روحه الله lui remet l'âme quand tu dis السلام عليك يا رسول الله même il سابرسل الآن إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على رسول الله ما لك ما لك يأخذها ويرد الله الروح على رسوله صلى الله عليه وسلم ويرد علينا السلام إنه غيبا صلى الله عليه وسلم وضح فلا حرج بل هذا هو المعروف عند كثير من من العلماء والأمام في الصلاة في التشهد اللهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله سلوك يشوى زيله دخيا يوكا بخبلا وضح هناك أمر آخر أنه تخبر حينما نتشهد أننا في التشهد أول تشهد بخمي الصلاة الثلاثية والربعية نكون في التشهد وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللي بغى يكمل على مذهب الشافي طيب لآن نريد أن نقوم إلى الثالثة نسو غلوف لنفعل ثلاثة ركعة كيف تقوم كيف كنتموت كيف توقف كيف تغلوف ها أجي 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 هكذا 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 أجي 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 الله يجزيك بخي الله يكرمك أجي أجي هذا المكان ثلاثة أجي 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 كما أجي أجي فإنك أجي أجي اجي أجي أجي هكذا هكذا كتنود معتمد على يديك donc تقلق على يديك تقلق على يديك لا على يديك لأن الانسان يقول لك كيف أشغل على المساعد على الأصابع لكن على يديك هكذا واضح هذه السورة الأولى c'est la première manière الثانية je parle de ce qui est rapporté ما نقله إلينا الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذكر الخلاف وسبب الخلاف الثانية sur les poignies مشي هكذا هكذا اليدان مقبوضة ثاني الأصابع مقبوضة كمسا sur les poignies كتعتمد هكذا تنود يديك مشدود مضمومة الأصابع واضح الثالثة أن لا تعتمد على يديك أن تعتمد على ركباتيك troisième c'est de s'appuyer sur les genoux et non pas par terre sur les mains sur les genoux et on va voir les trois manières إذن السورة الأولى أن تعتمد على يديك الله أكبر الثانية هذا ما يسمى بالعجن في الحديث هذا العجن تعرفين مران مكتعجن أو لا الخباز حينما يعجينو العجن عندما تعجن لنسألقى هذا عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأجينو في الصلاة هذا يجيشي واحد يفهم يأجينو قل كاركي صلى الله وكي وشد الخمز donc il nous décrit la manière regarde regarde سبحان الله لإلقاء il n'est pas dit les mains fermées etc il dit comme quand on prépare du pain et tout le monde sait comment c'est les poignets comme ça fermés قال كان يأجينو في الصلاة هذا يسمى حديث العجن حديث العجن واضح أنا سبب الخلاف pourquoi il y a cette divergence على اليدي هكذا لأن كثيرا من الاحادث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على يديه إذا قاما يعتمد على يديه c'est écrit dans les حديث le prophète s'appuyait sur ses mains قالوا يعتمد على يديه إذن هكذا واضح على يديه وهذا الذي عليه جمور أهل العلم la majorité des juristes يرون الاعتماد على اليدين مبسوطتين أكثر العلماء الذين طبعا يقولون بالاعتماد على اليدين وليس على الركبتين خلافن الحنبيل والحنفية يقولون يقولون للحديث للأحاديث التي فيها يعتمد على على يديه أعمل لنا يعتمد على يديه سحس الله يجزيك بخير نهاية 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 يعتمد على يديه عند المالكية لأنهم يرون النزول على اليدين لا على الركبتين المالكية يقول كلمة هفط هفط على الركب سبق يديك ونا ديجا فيوسا ولا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليقدم يديه قبل ركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي شفناه ينزل على يدو ينزل على يدو الروفت ندي دابوغ لما ونزل على يدا دابوغ لما تسلم الركبية هفتت لا يدوغ لما تسلم دابوغ بشته نزل على يدوغ ونزل على يدوغ ونزل على يدوغ الاخري وانتك من يبيه إذا كان بحادث اول ههة وال Всемة أولا جنو رقبتين الله أكبر يأتي منBlن فامل يأتي منه الشيخ يغط пойдوتي ثم غني ما بدل يقول سوف أتركبци وامان وال That's why أستمر النته vsvy إنه قeaux تشاهدها وسوف يكمن رأس سوف يزورنا هذه الش背ات قد يكن لن ن Line続 أو يدعات نقيام طيب هنا بالنسبة للعجن اعمل سورة العجن باش تطلع محفظتي هاش انا اوخا انا ce qu'ils disent on fait comme si on était on est en train de préparer la pâte يقول لك الله أكبر الله أكبر اعمل تشهود الله شو sur les poignées sur les poignées comme ça الله أكبر sur les poignées هذه سورة ثانية واضح إذن عدنا كلتا إما ليدين أو ركبتين أو العجن donc si on fait comme j'ai dit comme ça الله أكبر les genoux ها ركابك يطلع الله أكبر نطلع أو لا الله أكبر أو لا أو بيا الله أكبر هذه سورة ثانية أكبر أكبر أنا قلت للمرة اللي فاتت لا إنساني يفعلو ما يستطيع لأن الخوشو مطلوب الخوشو مطلوب إذاو حتى الله يجيزيكي بخير تسول هذا هذا c'est un élément important dans la prière on choisit ce qui nous facilite les actes de la prière bien sûr de ce qui est valable mais ce qui est facile pour nous permettre la concentration حيثما وجدت الأمر سهلا مما قال به أهل العلم فافعله لأنه يعينك على الخوشو أذكركم واحد مثال أنتم تعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أتقول تلعنا الدروز يلا تلعنا سبحان الله الرياضة وانه المهم ما شاء الله سأشف لكن قيله يجري ولكن ليه 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 الرياضة يجري على الحياة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعيناه مفتوحة أو مغمضة la prière du prof صلى الله عليه وسلم il avait les yeux ouverts ou bien fermés كان يصلي عنه مفتوحة أو مغمضة مفتوحة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعيناه مفتوحة ses yeux étaient ouverts dans la prière ما شاء يصلي هكذا كان يصلي وعيناه مفتوحة كما قال عائشة لم يخلف بصاروه موضع السجود كما قال الصحابي ينظروا إلى سباباته مفتوحة رغضي رغضي صلى الله عليه وسلم les yeux ouverts وذلك قال عدد من الفقهاء عدد من الفقهاء يقول يكره للمصلي أن يصلي مغمضة العينين عدد من الفقهاء يصلي de fermي les yeux dans la prière لماذا لأنه خلاف صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم parce que ce n'est pas la manière rapportée du professe صلى الله عليه وسلم وشواضح بعضهم يقوم خلاف الأولى لكن لكن أحبابتو أن أشير بهذه المناسبة أنهم هذولي كيقول مكروه كيقول إلا أن يكون ذلك يُعينوه على الخشو فلا كاراها ils disent mais si le fait de fermer les yeux ça te donne plus de concentration parce que il y a quelque chose qui dérange ou quoi que ce soit ce n'est plus déconcilé يقول لك مكروها يقول لك تغمض عينيك مكروه لكن إذا تكتشبر الخشوع ديالك لما تغمض عينيك حيث تكينشي حاجة تدرانج يقول مكروها أعملها وتوكل على الله فالإنسان يعمل الحاجة اللي يرتاح فيها في صلاته مما ثبت في الفقه الإسلامي عن طريق العلماء الكبار كما سمعتو هذه مسألة هذا الحديث ديال العجن الحديث ديال العجن لماذا لا يفعلو هجوم هورو الفقهاء من المذاهب الأربعة vous savez que la grande majorité des juristes des 4 écoles ne font pas العجن اكثر فقهاء الوما إما الاعتماد على اليدين أو الركبتين لو نحن نحن المالكي يتدخل للماذا لا يقولون بالعجني لأنهم لا يرون الحديث صحيحا لأنهم لا يرون الحديث لا يرون يرون أن هذا الحديث ضعيف واضح يقولون الحديث العجن حديث ضعيف يعني ما عندناش اليقين ان النبي صلى الله نحن مرحبا، لا أعلم أن نبيك بالكرام، إذا أعتادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث يحدث يحدث بهندما مجمع كل من أهل العلم، يوجد لكثير من الجائة من نكسي، يحدثون هذا الحديث يحدث. يحدثون أ تأثيرون بعض المعصيرين، يقولون بحديث العجني، ويصحيحون أهو، يحدثون الآن، يحدثونه، يحدثونه، يحدثون ذلك؟ ولكن الذي يؤيد أن هذا الحديث حتى عبد الله بن عمار رضي الله عنهما كان يعجينا في الصلاة ابن عمار لفزي لابن عمار فمارتن صلاة ومعه ومعه ولدو يوجد صنفل معه يوجد صنفل تلميذ ديالو ولدو فصلاة فعجنا يوجد صنفل ومعه ومعه ولدو فلما ذهبوا لبارتي التلميذة سألوا بعضهم قالوا لعله فعله من كيباري السني ils ont dit peut-être خيلاة في بن عمار parce qu'il âge في السن على ذلك شي اعتمد على هذا حيث كبير مقدرش يطلع لا فقال لهم وكان ولدو حاضرا يجب صنفل قال لا لا سيبا كوز دولاج قال ولكن هكذا يكون يعني هذه يصلا non c'est la prière elle est comme ça la prière elle est comme ça et non pas à cause de l'âge وشواضح فلذلك من اعتمد على يديه فله سلف من هذه الأمة وهم جمهور الفقهة ومن اعتمد على ركبتيه فله سلف في هذه الأمة من الحنفية والحنابلة ومن اعتمد على يديه مقبوضتين فله في ذلك حديث وسلف من من فعل هذا ونقل عن ابن عمارة بسند صحيح عندما نصح هذا هذه كلها آثار وأحاديث وأخبار إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه الكرام فاللي طلع عليه الدولة على الركاب يقول لي على هذا لا حرج في ذلك وشواضح ولا لا هذه مسألة هناك مسألة أخرى هناك مسألة أخرى تتعلق بتمكين الجبهة في السجود تمكين الجبهة من الأرض في السجود بعض المصلين عندما يسجد يعتمد على يديه بقوة وجبهة وأنفوه لا تكادو تمس الأرض يعني يلاك هذي كتحادي الأرض وصافي ما يخليش تقل يلا رسي نزل على الأرض تكادو تقليل تقول� تقول تقول كما أنه عندما رأس Elliot يتعلم فيه وفقه من أجل ان الله هم يتعلم سنجد تقول ليس أن هذا محافظ ومحافظينها في هذا المكان كما يقولون الأمام يبدون ان يتعلم عن هذا المكان احافظين أن يتعلم تجد تم تجد لا تت سوى على فرص دعون لصعك وتركها تتحقل على الأرض لا تتحقل دعون لصعك هذه الأرض ليس تمتها لإيجان يتتحق والدين والرص والجبه والأنف تتحقق لليس تشغل حتى قال الحافظ من وحاجر يمثل هذه النروم قال حتى rolو لاو انا أحدكم وضع جبهته على آ thieves من كبسات كبسات معنى ها غادة السل لاSpe これ يكون Brillera فتحسة معنى كتحيديه المسارة مقبلية من حاجيه نسف existe إلينا ذهب إن ن где قلمت عميزي عميزي وليس ميت أن تكون لو فيخلي المنتع dit أنو الممتع لفتاله اعمه سابتاله sectors ي Cafe س exports ويسا ساب lemons exchange todo و Ancient قال ذًب رضي الله عنه کُنّا نُصل. والحادثي صحيح کُنّا نُصلторы مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيدة الحارة في شيدة الحوا petition arm الشخص نحن نسنح لن فعلنا الصغير يتم بالفاتحة لاحقا على دائما 50 إلى 50 دقاء كيف تكون الحب؟ هذا النقود تكون 50 إلى 50 دقاء فنة لزمارة من 50 دقاء لكن الأم files لحوالاً 60 أو 65 دقاء فكل يعد؟ أم приمارك في المدينة أو مكا؟ كي تبدو أن يhlأ الوضع الذي يحضر على العين Aujourd'hui, il y a du marbre spécial Qui ne retient pas la chaleur Non, avant c'était le désert Qu'un trame Il dit Il dit Nous faisions la prière Avec le prophète En pleine chaleur Excessive Et quand l'un d'entre nous ne pouvait pas Ne pouvait pas déposer son front Par terre Et bien il mettait une partie de son vêtement Pour faire ce jeu dessus Quand on ne pouvait pas Bien Bien Mettre le front par terre C'est à dire, comme j'ai dit, laisser le poids De la tête et du cou Sur le sole Il dit Il dit On a juste une partie de l'on Et nous croyons 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 على جزء من ثوبك مثلا تعملها كده في البرد تعملها هل هي جزء؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار إلى أنفي ها واحد ها ثلاثة خمسة سبعة جوج جوج وهادو كي تعتبروا واحد تعملها كي ترجم لك لا يجل تحركًا سيتم لك سبعة سبعة أعظم تعملها كماشا 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 هل يفعلها سبعة أعظم؟ هل تفعلها سبعة أعظم؟ ها؟ 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 هنا شوف أما الاصل العام le principe le principe de base أن أشد الناس في هذا الإمام الشافيي c'est le plus dur encore une fois الإمام الشافيي أشد المذاهب في هذا الإمام الشافيي محمد الله مزير في القضية ويلو يقول لك لا لا حتى أنه يفرق بين الثوب المتصل والثوب المنفصل يقول لك هذا الثوب اللي غط سجد علي ديال كلاب سو لا إذا شي حاجة منزلاح ديبات سجد عليها ما كأين باس هذا مون فاصل الإمام الشافيي يجب أن أشد المثال أنت في كده يمكنك إحساب اكتب أنك رأس ومن خارج وماذا يشد لكنك رأس أمام الشافيي أشد المذاهب في هذا بحضنت لكن كما قال العلماء كذلك قالوا الحديث حجتون عليه قالوا حديث أنس يبين بوضوح أن الصحابة كانوا يسجدون على فيابهم أنس ينو رابطة أن الصحابة يتلسلوا لعرفتماً لفعل السجود ويوجد هناك حديث في هذا الشيء ويوجد معي أو لا يوجد معي فهنا المسألة العلماء الجمهور الذين يقولون لا حرج عند الحاجة كما يقول ابن عباس قال رأيتو النبي صلى الله عليه وسلم في يومين ماتير وحد نارش تتحت الزاف une fois il a plu il y avait beaucoup de pluie il a utilisé المسألة حسناً حذر يكون حاد ماضي فكيف تفعلها كذلك لن تسجد لا يوجد أي مشكلة إذا كانت هناك كايو بوينتو مثل هناك زيبين يتسجد على الشوك يتسجد على الشوك لا يوجد مشكلة شدة الحر و شدة البرد يجب أن تتحرك خواه و تتحرك شو سنضع مثلا و تسجد عليها شدة الحر و تربوش تسجد عليه شدة الحر و شدة البرد لأنك إنسان فوق ديال البرد إذا سجدت على هذا على الزليج ممكن يعملك شقيقة تبا أفواغ كالكو شوز دو تخي غراب أكوز دو فخوا انشوك تغميك سوف تولا فإنسان كيسجد على التربوش ديالو و إلا عند المالكية معرفة غيرهم أنه مكروه مغير حاجة تسجد على كوري عمامات وبعض كوميه هكذا أو لا على هذا مكروه سيلاسي سيلاسي ما هو الأصل في السجد؟ أن يكون على الأرض أو على الفراش أو على البسات أو على الأصل 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 أو على الهدفة أو على الأصل أو على الأصل صلى الله عليه وسلم حشوه ليس يعني أنه يدفل في حل ذاك الحلفة الداخل ما هي عمره؟ الرسول صلى على الخمراتي تعرفوا ما هي الخمرات ce n'est pas le vin ما هي الخمر الخمر الخمرات والأصل كما يقول ابن فريس هذا يدل على الستري الخمر le vin ça s'appelle الخمر كل مسكرين خمر لأنه يغطي العقل خمر معنى غطة خمر معنى غطة السبنية تسمى الخمار تغطي الشعر الفلاق ça s'appelle خمار parce que ça couvre la tête ça s'appelle un couvre chef ça couvre أي حاجة تغطي تسمى خمار أنا خمار القارور جيكوver خمار أي ستار خمار خمار parce qu'il couvre le vin il couvre il couvre l'esprit يغطي العقل فسومية الخمر 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 c'est un tapis qui couvre là où tu mets où tu devais mettre le front et le nez il couvre une partie du sol on l'appelle خمر والخمر هي بصات صغير يغطي يغطي مكان الجبهة والأنف الزرب صغيرة ولكن هنا العلماء قالوا في الحقيقة الخمر لأن أغلب شراح الأحاديث وداء والوحد الفقه يقولوا الخمر هي بصات صغيرة بعض المحققين قالوا لا الخمر تطلق على البصات الصغيرة وعلى ما هو أكبر منه لماذا لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس على خمر فجاءت فأرة بفاتيلة فيها نار وألقتها على الخمر فأحرقت منها قد رديرهم لماذا قالوا فوق لأنه فوق هذا فوق هذا صغير صغير هذا خمر c'est un petit tapis fait avec de la paille ça s'appelle خمر pas comme ce c'est grand c'est juste presque la moitié le prophète sallall il voit une souris qui arrive avec une mèche dans laquelle il y a du feu comme une braise elle vient elle la dépose sur le tapis du elle a brûlé presque la taille d'une monnaie une pièce de monnaie la nuit nous dit éteignez les feux ne laissez pas le feu allumer les feux les normes de sécurité etc l'homme il y a la mise à jour de la fiqh il faut la mise à jour les n'est qu'un il y a des lampes de l'huile avec du tissu et on allume donc il y a la sécurité il y a la sécurité la il y a لم يزاجه تحديث دي المعلومات الفقهية فالمقصود أن العلماء قالوا بما أن النبي صلى الله عليه وسلم جالسا معناه أن الخمراء هي أكبر من موضع السجود فقط وش واضح؟ فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم أبقى صلى بلوجر فور وصلى على الحصير لما دعاه أبو طلحة وهو زوج أمي أنس أنس سفامي سامير أم سولين يقولوا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم جاعدنا النبي صلى الله عليه وسلم الدار فحضارة الصلاة حضارة الصلاة الصلاة ديال فريدار يقولوا أنس يقولوا أنس يقولوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاعدنا النبي صلى الله عليه وسلم الدار فحضارة الصلاة حضارة الصلاة الصلاة ديال في البيت في الدار ديال أنس وحضروا قصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم جيبوا دك الحصير جيبوا الحصير قصلوا قديم نقاوه اللي نتوي ثم بسطوه اللي نتلي وصلى بهم رسول الله وصلى بهم أشم نصلى هذه فريضة فريضة ممشيش الجنة صلى بهم في الدار أحيانا قد يكون هناك قد يكون هناك ما يدعو الناس إلى أن يصلوا في البيت دفوا يدغزون أعطيكم مثال هذا واقعي كيف ينسان ينتبه كيف يكون هناك مناسبة وزيدون زم مغياج وإلى شيء هذا غادي نزل المكلة للعشاء وكيوجدو كذا أسمح لي نغامشي وصلوا في الجامع سبعين واحد شاو وعلى ما يتوضى وعلى ما يصلى كل شيء يرد كل شيء يرد كل شيء يرد كل شيء يرد شيء يرد الحضوري الطعام لا هذا تيسير من الله vous imaginez que فقام قال فأتينا بحصير قال رث القديم من كثرة ما لبسا قال هو يطلق اللبس حتى على الحصير أنه يلبس يوضع على الأرض قال فأمنا النبي صلى الله عليه وسلم يرد إلى درجة la prière الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كان عنده العادة يعمل الاعتكاف يفوزي الاعتكاف لا غدخة بيوز عشريا كان يعتكف عشريا ما من عشريا اللي كان يعتكف لا لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشرة الأول من رمضان في اللون عندما كان يبدأ الاعتكاف كانت في أول ديكاد العشرة رمضان كان يعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقلب على ليلة القدر قدر أولا يجب يحاول عشريا الاعتكاف وإن بعد يعتكف عشريا من غسطة واضح ستقرى هذه القصة إلى في الاعتكاف لدوزيام ديكاد اعتكف عشريا من غسطة نياد رمضان عندما كانت الليلة ستسمح 21 من رمضان ستسمح 21 عندما كانت في 21 يوم رمضان لذا كان ينتهي دي نوية كما عشرة اللي يالي كان ينتهي الآن ستسمح لده 21 يوم 21 رمضان دي الليلة بقف الجامع ناد صلى الفجر إلى بقي الفجر نغمال كان يدخل الدار دي صافي كما العشرة اللي يلا فيني دي جو دي نوية يولي رمضان كان يدخل الدار واضح صلى بالنس الفجر الناس يدخل الدار يزاتن دي يغان شلو يلا فيني دي نوية لالاعتكاف فقال لهم قال لهم ارجعوا يندي غستي اللي برا يمشي من أراد أن ينصلي فالي يرجع رجعوا تعملوا الاعتكاف ما تنمشيوش يا رسول الله عشان يا مكملنا أنا فيني لدي قال لهم لا اجي في رؤية في المنام أنني أسجد على ماء أو في ماء وطين قليل لد القدر ستكون نهار اللي غطي حشتا وانا نجي نصلي بيكم وغادي نشوف غادي نسجد على الماء وغادي نحن يغادي لا يوجد يعمل يدي يقضي يوجد لا يوجد هناك وغادي فيه يوم وغادي 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 لك نهار لا يوجد يوم يقول الصحابي قال فرأيت النبي صلى الله وعليه وسلم يسجد في الماء يوم 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 ترجمة نانسي قنقر 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 سَنَعُوا كَرَاسِيَا لَهَا لَوْحَا يَسْجُدُ عَلَيْهَا الْمُصَلِّ Dans certains pays, on a fabriqué des chaises pour les personnes qui ne savent pas prier debout bien qu'elles ne savent pas faire la prosternation correctement, comme tout le monde parce qu'ils sont malades ou bien très âgés ils ont inventé des chaises avec une tablette sur laquelle ils se prosternent comme ça مثلا اللّه أكبر اللّه أكبر سَمِعَ اللَّهُ مِنْ حَمِيدَهُ اللّه أكبر qui se jude à la tabla لَسْقَمْ عَلْكُرْسِ هذا هذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم الفقهاء ils ont dit ça ce n'est pas faisable ذهب من العلماء من يقول بأنه لا يجوز ومنهم من يرى بطلانا الصلاة certains qui disent que même la prière elle est annulée قُلْ كُسُجُدْ يَكُنْ عَلَى عَلَى الْأَبْ مَقْدَرْتِيشِ تَعْمِلْ إِشَارَة اللّه أكبر هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم المسلم le prophète il nous a donné les différents cas il dit tu dois te prosterner par terre sur un tapis il n'y a pas de problème le moyen ça c'est collé tu n'arrives pas tu fais juste un geste الله أكبر قرال فاتحة قرال سورة الله أكبر لكير فعل يدين comme ça juste comme ça سمع الله لمن حميده الله أكبر un peu plus bas سجد كذا توميء إما أن juste un geste أما تسجد على شي حاجة هذا لا تفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابير بن عبد الله إلى visite un malade بشي يزور واحد المريض عاد مريضا فوجده قد وضعت روفعت 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 له مخد رفعوا الواحد المخد عالية يسجد عليها ويسول لن يسجد لن يسجد عملوا الواحد المخد عالية يسجد عليها فجاء النبي صلى الله ورماها الواحد رماها ووضعوا له عودا كما تخبر لا يسجد علي فرماه النبي صلى الله عليه وسلم او hasslas لا الواحد الكثير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ايم pues aquí كما تفعلونا في طائرة 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 قاله العلماء فيها هل من سؤال قبل الحديث عن التسليم وأحكام التسليم هل من سؤال عشرة تلك عشرة كاملة قال لك نص هذه نص قال لك عشرة قال لك عشرة قال تلك عشرة كاملة لأنه معروف في كثير من اللغات ما يسمى بجبر الكسري وما قارب الشيء أو أعطي حكمه يعني أحيانا تعبر عن تمانية ولا تسعة قال عشرة جو عشرة بهم تقصد لا تقصد عشرة يعني كاملة دي فاندي بوها راندر لشيفر نون نون تساك نون نون تساك نون نون تساك لكن هنا العدد مقصود عشرة عشرة ماشي تسعة ولا تمانية ولا تلك عشرة كاملة ماشي ما تقول لك لا ربما غات منية ولا تسعة نكا نقولوا بعض المرة كي يجيوا خمسة وتسعين واحد تقول لك إجلات واحد تقرين واحد مية واحد مية واحد هاي وما جي مية جو غا سبعة وتسعين لكن يعني لذلك تلاتة كت سلكها ها تلك عشرة كاملة التسليم التسليم هو قولك السلام عليكم تلاتة النوقات سأتحدث عن الباقي لذلك تلاتة كاملة سلام عليكم كتن اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي 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 قنقر هذا السلام عليكم نانسي قنقر نانسي قنقر